مدينة بلد في محافظة صلاح الدين سما محمد غازي ذات العشرة أعوام شغلت المحافل الدولية في مسابقة الحساب الذهني السريع التي أقيمت في أنطاليا بتركيا ومشاركة 18 دولة عربية وعالمية وستطع السما الحصول على المركز الأول بفئتها العمرية وأيضا شاركها البطولة هذه المرة أخوذ الخمسة أعوام أحمد محمد غازي وستطع أن يحصل على المركز الأول كذلك على فئة العمرية علم أن أحمد هو أصغر مشترك في المسابقة الدولية ولم يسبق للإراق أن يشترك بهكذا فئة عمرية واستطع أن يختطف المركز الأول من منافسته أكبر عمرا معنا الآن الضيفان العزيزان البطلان الذكيان المتفوقان سما وأحمد الشيخيخان الذين حصدوا المراكز الأولى عالميا في الحساب الذهني وأم سما وأحمد السيدة إناس كامل حاضر ويانا أيضا في الأستوديو صباح الخير شرفت هنا في صباح الخير يا إراق أولا عافية أهلا وسهلا بكم الله يسنمكم نورت هنا اليوم صباح خير حليات شو مبارك أكيد لسما وأحمد شونكم؟ حمديني مبروك ديان زيتة بساعة قاعد بس مانيا ما صبح؟ تريقت ولا؟ صدوق حبيبي شنو الأحمر تطين على التشيرت؟ ما على قدي ما على قدي إيه والله ما على قدي إيه والله حبيبي يأكد نعم نورتونا اليوم وألف مبارك إلهم بمناسبة مسابقة الحساب الذهني حدثينا بالبداية سيدة إناس عن نبوههم وأيضا عن تفوقهم شون اكتشبتي يعني التفوق مالتهم بالبداية يعني أولا صباح الخير والعافية عليكم وعلى كل مشاهدين قناتكم الكريمة طبعا سماوي وأحمد هم من طفولتهم طبعا لله الحمد عندهم موهبة وذكاء يعني نقدر نقول يعني متميزين عن أقرانهم نعم فسماوي من صغرها لاحظت أنه هي مبدعة بالحساب والرياضيات وهاي ما يتعلق بهال الأشياء نعم فبحثت عن برامج تنمي هاي المواهب تعرف أن الموهبة تحتاج إلى دعم وتنمية أكيد يعني واهتمام مو بس إنه موهبة وخلاص نعم فبحثنا كإحنا أهل عن مراكز تدعم هاي المواهب وتنميها فالحمد الله الحمد قدرنا ننشق طريقهم أكيد فبلش السماوي من أمر سس سنوات بالحساب الذيني السريع وقلت حقا أخوها حبا بالبرنامج عن طريق سما طبعا يعني كذلك هو عنده موهبة بس تعرف يعني دائما الأخ الأصغر يقتدي بأخوه الأكبر طبعا فمن هذا المبدأ يعني حمودي خلينا روح شوي السماة لأحمد ووردي عرف سماوي أنت اليوم تجتي تتوقعين راح تفوزين ومن فستي كنو يعني كان إحساسك وشعورك بهذا الفوز كنت متوقع الفوز الحمد لله في زد الحمد لله حصلت لمركز الأول في 18 دولة بصورة شخصية ما خفتي بخلال مشاركة قلقتي لو أنه لا بجد تتحققين أنت حتحققين الفوز كنت يعني متوقع أنه أنا أفوزي أنه أنا مشاركة مسبقا المسابقة شنو شاركتي قبل؟ بمصر شنو شانت مشاركتك أيضا؟ بحساب الذين؟ أيضا طيب محمودي هل تتوقع أنت راح تفوز؟ أي بث؟ وشون فزيت عملك صغير وشون كانت منافسك وياك؟ أي زينة حتشي لي شون اليوم حصلت عن هذا الكأس؟ حليت أفرع نعم أفرع شيء الدين أي الحل وهو تتذكر شنو حليته؟ أي قل لي يا الله شنو هو؟ وان وان ماينس تو ثرين سيكس ماينس سيفن ألفن طلادنا نادي ناين ناين سريع لو بطيء؟ سريع بأسرع سرعة أدي حتى أحقق الفوز وحققت الفوز؟ شون كانت هديتك من فزيت؟ جابوا لك هدية بالبيت؟ ماما وبابا؟ ما حاجب لك هدية؟ أنا أجيب لك هدية حياتي بعد أختار الهدية؟ هم أختار؟ لا بعد بعدها أم قالت لما تروح البغدار راح أجيب له هدية زياد اليوم من حققت الفوز، المن شوفت الكاس مالتك؟ بي بي جدو؟ المن؟ جدو مايت فأنا راويتها بي بي راويتها؟ بي بي وكل ماذا قالوا لك؟ قالوا لي مبروك وحافيين ايه ولماني مو بسرد مبروك عفيرت هداية؟ صحيح حبيب زي اللي حد لان حصل هداية حمودي وسماوي مبروك سما صديقاتك شون قالوا لك لما نعرفها وانت شاركتي شون شاركتي فرحتك وياهم؟ والله كنا كنا راح واحدة وفرحوا بنا انه صديقة ايضا حصل مركز متقدم نعم حلو زين انت هناك شنو جوج يعني شون قبل الطبوي للمسابقة شنو اللي ساواتي قبل المسابقة؟ كنا من حمسين حماس جديد من يوم سابق بيام 16 دول اوكي حمودي اليوم ما يكون صوتش واضح حتى عالجوتش انك احمد منو تعلمت مني اليوم من سما فقط لو انت اليوم عندك اصدقائك انت تروح روضة وخمس سنوه صح؟ بروضة بروضة معلم علمتك لو انت فقط من سما؟ لا حبيت تكون الشارك من سما بس؟ شفت هذه الدرقاب والساب قاعد للم امي ايه شفت حبيت هذا البرنامج ايه شاركت بي للم حبيتها ايه وباللغة طبعا انت هنا فلوس طيب والفلس سويت بيها؟ طبعا قاعد labs طب عزموا طب اممنت حيات المنتظر ها امم تẫnجل حتيات تنتقي طبعا امي طلعت ورادت الزمان وانقلت عرجبني عجبتي اليوم رأيك تنوجود الناس 5 سنواتا حياتى مش موجود هاي الشخصين اليوم القصت لدي��이 زراحتيها الوالد المو� Proteby من أمور خمس سنوات صحيح أكيد دور الأهل يعني أنا وأبو يعني دائما داعمين اتقاتهم يعني ننطيهم مساحة بالبيت شخصيا أنه يتكلم بها أنه يبدي رأيها بها دائما نأخذ أراءهم حتى في مواضيع يعني متعلقة بالبيت يعني فأراءهم موجودة يعني تحترم مثل نعم سيدنا سحنا نعرف يعني المسابقة الذهنية السريعة لكن حتى تعرفين بمفهوم للناس تعريف للمسابقة هو برنامج يدعم يعتمد على الرياضيات بصورة يعني بشكل يعني مركز فهو آلة يتضربون على آلة اسمها الأبوكس هم فهي الآلة يعني أول شي يتضربون عليها بعدين يبلشون يخلون هاي الآلة في مخيئة ثم لذلك يشوف هاي الحركات اللي هم عيدهم نعم يعتمد على السرعة والحل الصح لأنها تهفسوا لازم فهما يعني عدة مسائل رياضية من الزائد والناقص وسماء واصلة مرحلة الضرب والقسمة كذلك يعني موجودة عيدها بالبرنامج أدك حمودي لا فقط لحد الآن سماء وعدها مكونة من ثلاثة أرقام أو رقمين ممكن يعني المسألة الوحدة يصلحوا له تيارة يعني عشر أرقام واحد تودجت لي هو أحد وعشرات فشقد يحل الطالب هما يطهم وقت المسابقة الأخيرة ثمان دقائق ونصف اشقد الدقيقة كنت ثمان دقائق ونصف اشقد تحل مسائل بثمان دقائق ونصف زين لازم يكون نتاجك صحيحة تحصد هذه النتاج تحسد من مجموعة كل الطلاب الأعلى يبدأ لشون عادين يقسمون الطلاب من الأول من الثاني من الثالث هيتش من هذا أساسين يعني سموا أنا حسألش لكن بس يجي والصوتي يسوي الصوت مالتش لأن صوتش قاعد يتقطع وراح حسألش هوا يوم تحبت تحكين بهوا المواضيع لكن خليني أعرف اليوم هذه المشاركة كانت فقط أنه اليوم تدريسش للكادر التدريسي أو المعلمة المدرسة اللي موجودة بيها هي كانت الهدور أيضا طبعا هم أولا المركز يعني المدرسة اللي هم بيها والمركز هي هم معلمك إلا دور سيد زينب وست إيناس هم المسؤولين عن التدريب أولا فشي صح له دور البيت أكيد يعني أكوشيتات يبعثوها ويالتلاميذ إحنا بالبيت ندربهم عليها وأن هيا الطالب أن نوقعت لهم كذلك بالبيت يعني خصوصا فترة كما تقترب المسابقة كل ما يزيد فترة التدريب يعني نعم العفو بس خلي سماوي بس خلي صوتش حتى ترجعين نسالف وياتش ونعرف مليش مواضيع طيب العفو أي يعني كل ما يقترب فترة التدريب كل ما يكون التكثيب بالتدريب يعني أنا أذكر آخر فترة إما يقارب الأشر ساعة إلى أطمعش ساعة تدريب متواصل للثنين يعني كان هذا الجهد عليك أنه اليوم لو أنت جيت تتحسين أنه أكون نجاح في خلف هذا النجاح أنه أنا لازم أحقق شي اليوم كثير من العوالي من يشوفون أطفال بصورة عامة بالدراسة هو يكون ممل أنه علاقة ينجح هذا الأسرار شوان كان عنديش موجود اليوم ريد تفتخرين ببنائش ريد تبتين للعوال اليوم هنحن بهذا العمر بس نقدر نحقق شي أولا إحنا الشعب لازم نكون طموح أكيد يعني أنت اليوم أولا أنت هذا ولا أمانة عندك يعني اليوم أنت بلشت بمشروع الإنجاب ما أحد فرض عليك هذا المشروع أنت بحد ذاتك إرادتك بضبط فأنت اليوم مثلا حتى تكون على قدر هذه الأمانة لازم تصنع بيهم وتنتج من عندهم شيء لمستقبل كلكم رائعا وخاركم مسؤولة عن رأيكم فمنها منطلق هذا يعني أسوي منهم أطفال يعني اليوم أنا أزرع به من هو طفل أفضل ما هو كبير يعني اليوم بخمس سنوات هذا بالنكبر ما شو رح يكون يعني إن شاء الله بضبط أنت شون تزرع من هو كبير إذا ما تزرع من هو صغير يعني تحسد النتيجة بالكبر أنت تزرع إن الغصونة إذا قومتها فمن هالمبدأ يعني أنت طفل الأمر خامس سنواتي تبلش تدبه على الطريق الصح أكيد تبلش به من معنى هو حينطلق من يكبر هو عارف شون يخطط مستقبله عارف شون يبنيه أكيد تكن عسد حبيبي لا بقلي ثوابت لا ولا من عسد من عسد ترجع لي وحا شباس تعنا نام ثمانية نام ثمانية توقيت بثمانية الصباح نام عين شو رأيك شو رأيكت اليوم بقلي نظم أكل ما أعرفها شنو أكل ما يعرفوا أكلها والله ما تشتو يا أبا أبو رأيك صدوك نزعك واحد أكل شي ما يعرفه طيبة أجبتك كلش طيبة كنت تبغدر صح يلا بالعافية بالصندق إبن ثاني يقول لنا شنو حتى تدزلك ياها ما أعرفها مخصور بعد ناما بالجزم هو دعان ما أعرفه لعدة شونا كاليتها أنت ما تعرفها طيبة بس ركزيطة سلامة طيبة طيبة يا أبويا صدوك نعم ستيناس اليوم نعرف من أن تجريد يعني طبيعة المشاركة في تركيا في أنطاليا الجلتية في أنطاليا نعم حدثينا عن الفرق وأيضا عن المشاركات الأخرى عندك سماوة شاركة مسبقا في مصر شنو الشيخ كذلك كانت أكوة تقريبا 16 دولة وهي أنا عالمية وعربي هاي المشاركة كانت الأصعب من أي مشاركة مسبقة شاركة العراق لأن 18 دولة بيها كل دول قوية منضمنها أسباكستان صارت أكو منافس بضبط منافسة جدا قوية بحيث يعني ألاحظ أن الطالب العراقي دخل للقاعدة بس هم ما شاء الله يعني صغار لكن عدهم عدهم زرعت بيهم المركز والأهل ودور الأهل أنه يزرع بيهم الثقة يعني أنت اليوم مثلا طفل الدخلة مسابقة دولية محافلة دولية ما يقارب الأربعمائة مشترك وياه منافس حوية صحيحة يعني عدد هائل فأنت لازم تهيئة روضا أنه أنت شون يعني حتدخل شون أنت تستقبل أنه ممكن تنجح ممكن لها صحيح أكيد أكيد يوم لازم نشجحهم يوم لازم نشجحهم سماوي سماوي اليوم أنت من تحبب هذا الموضوع وبدأت بيه من أنت صغيرة بالمستقبل ما تتوقع أو ما تحبب أن تحدث أشعر طبيبة عيون طبيبة عيون لماذا العيون؟ لعيونك حلوة؟ لعيونك حلوة؟ شكرا لعيونك حلوة اليوم هي العيونة حلوة أنها تتجيب الفوز وتتحققها حتى تشاركين فقط مصر اللي شاركتوا وتركيا لهم أنت تطمحين الشاركين أيضا في دول أخرى أكيد إن شاء الله إذا أصبحت مسابقات أخرى أشارك لكي يعني أفوز وأحقق مراكز أعلى وإن شاء الله أشارك معنا أخرى طيب شنو تشاركت مشاعر هل تكريت من فستي لأن المحافظة من فستي مثلا المحافظة الزواليت اليوم تشجيع من المنطقة اللي ساكنة بيها مثلا صديقاتي بالمدرسة احتفلوا بيش مثلا أكيد احتفلوا بينا وكانت فرحة كثيرة إنه العراق حصاً المركز الأول تياسة؟ احتفلوا بينا خامس اي احتفلوا بينا أهل قضاء بلد من قبل الأهالي وإذاعة نور بلد وأيضاً احتفلوا بينا في سامرة من قبل مديرية وزارة تربية صلاح الدين وكرمونا أيضاً شكراً احتفلوا بينا احتفلوا بينا الرياضيات والإنجليزية الجايدك هل رديحك يلا شنو تحب؟ اعم دابت كامّة أكيد سامعة تكمل مثل الرياضيات والإنجليزي والرسم لدي مواهب أخرى أحبها حمودي شنو تحب؟ أحب السنية و... ماهي شينو؟ البناء يعني تكون مهندس منتك ولا شون تحب مهندس مهندس صدق مش راح تبني بني مباني حلوة مو رسمت شي حبيته اي شون هو انت ونتحب الرسم شون رسمت شون رسمت شون ريحبها اكثر شي والله تقريبا اشيات تخص البناء يعني هو نحب هايذا الشي كلش كلش يعني مرر بنا السيارة خلي يقول شنو مرر بنا السيارة على الطابوك بنا سيارة من طابوك واسيارة حديثة لو قديمة حديثة تبيع ليهاها لا لا نسوقيها الذاهية من الطابوك لا انت غيرتها لقالها فالتقنية تتحرك لا الطابوك ليش تمثال اوكي شل الالوان استخدامتها به استغتمد أحمار ههو تحب الأحمار ابتين هاي يحب الأحمار ليش هتحب الأحمار أحمر بناوسجي أي وكل ناس مر يحب أحمر أحمر بناوسجي بني أحبه وأزرق زين كل الألوان كل الألوان الألوان وأبيض همات أي تقريبا كل الألوان صابرين أي نعم ستي ناس يعني حتى أيضا كم الإستمتمر وجودك المعلمات شوانك صار التواصل إياهم وإنه الطلاب قدروا يرفعون رأس منطقتهم المدرسة البلد يعني حدثين هم طبعا بالمركز مالتهم مدرستهم نفسها المركز مالتهم يعني يعني فدوامهم هناك فهم يعني المعلمات متواصلين سيد زينب وستئي ناس بالتحدي سيد زينب مشكورة طبعا متواصلوا بي الطلاب طلت فترة الدوام وكذلك العطلة الصيفية يعني تتواصلت خصوصا الطلاب اللي يعني تحس أنه هم قدرهم هاي الموهبة محبين للبرنامج فدائما على تواصل وياهم وشيتاتهم واموهم وتدريباتهم يعني أكو تواصل بين الأهل والهاي أما يعني القضافة يعني يعني كانت فرحة حلوة أنهما استمت استقبالهم وفرحوا بيهم لأنه يعني رفعوا اسم المنطقة مثلا ما نقول في المحافلة الدولية خلينا نروح للموضوع مهم أيضا نحاز السما على مركز الأول انترميديا tery نعم چينَgeme واحد سم يبدو بس أحمد هما جوت إسرائي هي فئات مختلفة كل فئة عمرية إلها مستوى ويعني الأرقام تختلف ثري الين صغير؟ حمودي أرقامه أحد عنده أحد وعشرات قديل الرومات أنت زوجي؟ اي أنا أحد وعشرات وهم بها مئات يعني اليوم كل متسابق إلى أرقام هو بكل فئة تختلف الأرقام يعني فئة حمودي لستارتر ثري عنده أحد وعنده أحد وعشرات هاي الفئة رح تتغير بمشاركة ثانية لو رح تبقي على نفسها لا تتغير صر أصعب اي هو هذا قصدي حمودي حمودي ايضا حمودي حتقل بالصعب شنو بعد قد يكون داي يدرس علي حاليا لي بلش ياخذ الميكسات مو؟ ميكسات اي بلش ياخذ الميكسات اللي هي السبين والأيد الميكسات يسموها بها صعوبة شويونة لأنه مرات هاي صغيرتو مرات صغير ثري هي هاي الميكسات مين يدرس حمودي درسي انتي لهو واحدة؟ لا أنا وماما والبابا وعني مات مين يستعرف يا معلمش يسمها؟ زي زينب están c 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 لماذا لا تحبها ستيناس؟ لا لا أحبها واليوم واليوم أنت شاركت ستكون مشاركة ثانية أصعب قاعد تدرس عليها؟ يعني تقرأ عليها تقراها تتدرب عليها؟ لا بعد لما نيجي فترة تتطبيب نتدرب عليها لما نصر خبر أنه مسابقة جديدة ستكون حالو ستيناس كلمة أخيرة ماذا تحبين تقولي وماذا تتمنين؟ أولا شكرا لكم شكرا لكم ثانيا نتمنى أنه دائما أطفال العراق يكونون مشرفين للعراق وفي المحافلة الدولية إن شاء الله وأكيد أمنياتي لكل أطفال العراق أنه يلاقون الدعم المناسب من قبل الدولة ومن قبل الأهل لأن الأهل والدولة هما الدائمين الأول لجيب المستقبل فنتمنى أنه نشوفهم هم بنات المستقبل أنا أيضا أشكر ستيناس على تربية واليوم قدرت تحاطين على هذه الأمانة أحمد وسمى وتوصيهم نتمنى كل أم عراقية تقدر بيش وأيضا ضحياتنا للوالد أيضا كان إلى جهود في مساعدتش شكرا إليش ونتمنى أشوفهم في محافلة دولية وعالمية إن شاء الله شكرا 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 شكرا